من جديد أهلا بكم في شير الآن أصبح تشات جي بي تي صانع لترند سواء كان هو صاحب المبادرة أم لا ففي إيطاليا قررت الحكومة حجبة تشات جي بي تي لاعتبارات أمنية وأمهلت هذه المنصة عشرين يوما للرد أو إصلاح الأمور ولكن ما هي المشكلة بالضبط ولماذا إيطاليا وما مصير تشات جي بي تي استشاري التكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي محمد الحارثي يجيب عن هذه الأسئلة سيد محمد أهلا بك في شير أهلا بحضرتك وبشكر يعني الصدافة كريمة ورمضان كريم على كل مشاهدين رمضان كريم عليك وكل عام وانت بخير طيب طالما سمعنا عن الخلافات ما بين الولايات المتحدة والمنصات أيضا الصينية لكن تشات جي بي تي هو صناعة وابتكار أمريكي هل هناك شبهة سياسية في هذا الموضوع؟ خليني أوضح الحركة أنا بستبعد شوية لشبهة السياسية ولكن أنا أكد هنا على أن فيه قانون لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي وخليني أقول أن هذا القانون هو نفس القانون اللي يمكن تعرضت فيه أو وجهت فيسبوك مشكلات كثيرة جدا فيما يتعلق بي البيانات ومعالجة البيانات وفكرة الاحتفاظ بي البيانات في نطاقات الولايات المتحدة الأمريكية خليني أقول تشات جي بي تي الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت وانت خليني يعني نلخص المشهد أن زي محركة أوضحت أنه ابتكار جديد تكلم عليه حقيقة كثير من المستخدمين وملايين من المستخدمين على مستوى العالم حقيقة كان تشات جي بي تي وإحنا بنتكلم بلوقتي تشات جي بي تي فور وبقدرات أكبر وفكرة قدرات على معالجة البيانات بشكل حقيقة كان يفوق المتوقع وهنا تخوف دائم فيما يتعلق به سياسات التعامل مع البيانات وخليني أذكر أن في حادث هو ده كان يمكن المؤش أو يعني كان النطاق فكرة أن كان فيه تويتر الحقيقة من أحد المستخدمين يمكن فيه شهر مارس تحديدا فيه فكرة قدرة بعض المستخدمين للوصول إلى نطاقات البحث أو كلمات البحث اللي موجودة أو المستخدمين على تشات جي بي تي وكانت صغرة كبيرة جدا وبعدها تشات جي بي تي الحقيقة بدأ أنه يحجب فكرة أو يبدأ يصلح من الثغرات فبالتالي هي تعرق يعني هناك بعض المشكلات اللي كانت ظهرت خلال الفترة فاتت وهو ده التخوف دائما فكرة كمان البيانات والتعامل مع البيانات وتشات جي بي تي الحقيقة كان لتصارع التعامل مع تشات جي بي تي وهي التطبيق ما خادش الحقيقة حيز التوافق مع القانون الانتحاد الأوروبي أو فكرة الإعلان عن السياسات وهو ده اللي خلى الحقيقة إيطاليا تبادر وده كان لنا أقول سيد محمد يعني تشات جي بي تي ليست صاحبة أول تسريب للبيانات ولكن لماذا هي دون غيرها الذي اتخذ ضدها هكذا إجراء كان لنا أقول أن في تخوف في العالم وكثير من الدول وأنا بأكد لحضرتك أن قد يكون هذه ليست المرة الأولى والأخيرة وأنا أعتقد أن في بعض الدول تدرس حاليا كيفية التعامل لأن الأمور وسياسات التعامل مع البيانات وخد بقى الحركة إحنا هنا بنتكلم عن أنظمة ذكاء إصطناعي تطورت بشكل كبير جدا في معالجة البيانات وإحنا شايفين أن كمان أنها قادرة على أنها بتتيح فرصة أن بعض التطبيقات الأخرى تتكمل مع تطبيق تشات جي بي تي يعني بعض التطبيقات ظهرت أنها تقدر تأخذ أو تتكمل مع تشات جي بي تي وتقدر تستفيد من الإمكانيات الخاصة بيها وده التخوف اللي كثير من الدول يعني بتواجه فكرة مخاطر الخصوصية ومخاطر استخدامها في تطبيقات تستخدم في بعض عمليات الهجمات السيبرانية واختراق للبيانات واستخدامها بشكل غير شرعي فبالتالي الدول في بعض الدول يعني هتتخذ قرار أنها تبدأ تحجي بالحقيقة أو تحظر الخدمة وخلينا أقول أن المستخدم دلوقتي عنده وسائل وأليات أنه هو يقدر يستخدم الخدمة حتى لو الدول حضرتها قبل الحديث عن هذه الإمكانية وهذه الخاصية في الوصول إلى هذه الخدمة من شان جي بي تي إذا ما حضرت من قبل الدول ولكن اعتدنا أن تكون ألمانيا أول من يتكلم ولكن ما هو تفسير حضرتك لخروج الأمر من إيطاليا هذه المرة خلينا أقول أن الدول خلال الفترة الفاتت الحقيقة تتصابق في فكرة حماية بيانات المستخدمين والمواطنين عموما فإحنا طبعا اعتدنا أن ألمانيا تكون لها الصابق في ذلك ولكن حقيقة إيطاليا فجئتنا وأنا أعتددك كان المتوقع أن بعض الدول يعني في أوروبا هتكون ألمانيا لها الصابق في ذلك ولكن إيطاليا حقيقة بدل بذلك ما فيش تفسير حقيقة محدد ليه أن إيطاليا تبادر وما فيش حادثة لها علاقة بإيطاليا عشان تبدأ تبادر بلا ولكن أنا فيعتقادي أن التفسير الأساسي وهو الدول يعني المنوط بيها فكرة التعامل مع البيانات وقوانون حماية البيانات الجي دي بي آر هي أنها تبادر فيها أعتقد في دول بالمثل ستتعامل معها بشكل جيد يعني السلطات هناك اتهمت التطبيق بأنه فشل في تحديد العمر الحقيقي لمستخدمين تقريبا يعني كل التطبيقات لا تستطيع التحقق من عمر المستخدمين ولكن لماذا لم نرى إجراء مماثل مع أي تطبيق أو أي من التطبيقات الأخرى فكرة التعامل مع البيانات ونوعية البيانات الحقيقة ونوعية كمان فكرة تعلم النظام يعني أنا آآ تطبيقات الزكاء وتمتالك الزكاء الاصطناعي آآ بتمتالك قدرات كبيرة جدا احنا شوفنا كمان إيلون ماسك حذر في فكرة التعامل مع التطبيقات الزكاء الاصطناعي وخليني بس أصلح أدقق معلومة فكرة التعامل مع أو التعرف على السن هناك تطبيقات الذكاء الاصطناعي القادرة على التعرف من نوع المستخدم وسن المستخدم وإحنا بتشوفها يمكن في بعض الألعاب الإلكترونية اللي بتعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي إنه خلال التعامل المستخدم بتقدر والبيانات الخاصة بسلوك المستخدم على التطبيق يقدر يفسدها ولكن لفكرة طبيعة أن تشاجي بيتيه أيما على فكرة أن حضرتك بتتعامل مع تطبيق محادثة أو بتقدر تابعة الخاصة بحضرتك فكرة الحقيقة سرعة الرد والاستجابة هي دي اللي لسه مش واضحة والحقيقة كمان طبيعة الإجابات يعني خلينا أقول لك بعض الدول خافت بشكل كبير جدا من فكرة البيانات اللي بتطلع إنه التطبيق ده بيتعامل مع كل البيانات الموجودة في نطقات الرقمية يعني وسائل التواصل الابتماعي على الإنترنت فقط بعض المعلومات تكون غير ضفقة وغير صحة ويبدأ يبنى عليها معلومة قد تكون شائعة وخلافة طيب إذا ما تحدثتنا يعني أكثر عن خطورة أن تكون هذه المعلومات سواء كانت مصربة أو معلومات عادية تم وضعها في هذا البرنامج برنامج الذكاء الاصطناعي ولكن خطورة وجود هكذا معلومات في البرنامج الذكاء الاصطناعي خلينا أقول فكرة إحنا هنا لازم نتحدث عن فكرة الأخلاقيات حتى العالم كل الوقت يتحدث عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الحقيقة مدى القدرة المطور والصاحب التطبيق أنه يقدر يتعامل مع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها يعني فكرة أنه في بعض مثلا طلبات المعلومات وتوافق مع حقوقها الملكية وده شيء خطير جدا لأن حرك قد تطلب معلومة وتستخدم المعلومة ده في النطاق الغير مرخص ليك استخدامه وبالتالي كم المعلومات وكم التعرف على السلوك المستخدمين في كثير من الدول بشكل غير منظم ده خطر كبير جدا فكرة التكامل أو أقدر أن أنا أتكمل مع التطبيق ده واستفيد من الخصائص الخاصة به وحطه في تطبيقات أخرى أقدر التطبيقات دي تكون موجودة على الدارك ويب أو تكون موجودة في نطاقات غير سليمة لأنه جزء من الأمن السيبراني فكرة التعرف وفكرة أن يبقى فيه بيانات وصفية ده جزء كبير جدا من السيناريوهات اللي هي بتدرج في حالة وجود هجمات أو تخطيط لوجود هجمات سيبرانية واخترافات فكرة العشوائية في عدم التعامل مع البيانات لأن حضرتك كتاب تتعامل مباشرة مع المستخدم والمستفيد وتتعامل مباشرة أنك بتاخد المعلومات الخاصة به المستفيد في كثير من الدول فكرة الاستجابة بقى والمعلومة اللي حريك بتحصل عليها من هذه التطبيقات حضرتك الدول كمان بتخشى التعامل مع البيانات دي والمعلومات دي في غير النطاق الخاصة بها زي ما احنا بتقول الشائعات وخلافه وعدم والتوافق مع حماية الملكية الفكرية الخاصة لكل دولة طيب الملياردير الأمريكي إيلون ماكس طلب صابخا متوقف عن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وذلك خوفا من خروجها عن السيطرة ولكن ما مدى قابلية حدوث ذلك؟ خليني أقول أن دايما إيلون ماكس بيفجئنا الحقيقة بيعني أراءه دائما ولكن فكرة الحقيقة توقف عن التطوير فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أعتقد أن احنا عدينا المرحلة دي كثيرا يعني احنا بنقول العالم ما قبل شات جي بي تي وما بعد شات جي بي تي لأنه غير كثيرا جدا في فكرة البحث في فكرة استخدام وتطبيقات في الذكاء الاصطناعي فبالتالي أن لن نستطيع أو لا تستطيع دولة بعينها أنها تتوقف عن التطوير فيما يتعلق بتقريبات الذكاء الاصطناعي ولكن الأمور هنا اللي لازم تبحث سريعا جدا فكرة تنظيم التعامل مع تلك التطبيقات في نتاقات بعض الدول بتتكلم أنها قد توقف يعني التسارع أو تنامي في فكرة التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي خوفها أنها تقبى بديلة عن كثير من الوظائف ولكن مش بنا أتحدث عن ده لأن ده خلاص إحنا وصلنا له بالفعل ولكن فكرة التعامل مع البيانات معالجة البيانات سياسات البيانات استخدامها وأن تكون الشركات مهما كانت طبيعية الدولة بعينها أنها تتوافق مع قوانين الدولة مستخدمة الطبيق وده شيء مهم جدا أعتقد أن الدول هتكون حاسمة فيه خلال الفترة القادمة لأن التطبيقات الذكاء الاصطناعي فعليا بتتعلم كثيرا الاستثمار فيها زي ما احنا شوفنا تشاهد جي بي تي مرتبطة بالاستثمار الخاص بمايكروسوفت وأهم الشركات العالمية استثمرت في هذا التطبيق وبالتالي هناك شركات أخرى ستستثمر في تطبيقات أخرى وخلينا أكد تاني دائما العالم دلوقتي الخير والشر الخير الاستخدامات المهمة جدا دي توظيف آليات وتكنولوجيات ذكاء الاصطناعية وهناك فكرة بتصدق ذلك وفكرة استخدام التكنولوجيات دي في الشر فبالتالي فكرة الحماية والراضع وفكرة التوافق مع التأمين ومعايير التأمين المعلومات والبيانات وحمايتها هي تعتبر أمن قومي في كثير من الدول العالمية طيب كيف يمكن المستخدم العادي أن يستفيد بيتشات جي بي تي في حياته اليومية والعملية؟ حقيقة ده سؤال مهم جدا خلينا أقول أن أنا دائما بلصح بدلا من أن نتابع فقط أخبار تطبيق تشات جي بي تي وتطبيقات الزكاة الاصطناعي هناك تطبيقات أخرى مثيلة لتشات جي بي تي والحقيقة الكثير من الشركات ودائما بتقول حتى الشركات الصغيرة اللي ما عندهاش قدرة أنها تعين يعني طاقة بشرية كثيرة أنها تقدر تعتمد على هذه النواة من التطبيقات في الوصول لبعض المعلومات والبيانات اللي هي مهمة فيها العمل التسويق الرقمي والألكتروني شكله تغير كثير من الوظائف الحقيقة خاصة بالتسويق ألكتروني نحن نتكلم الآن على التسويق الزكي فبنتكلم عن التطبيقات اللي هي تتوافق معها وستكون معتمدة على تكنولوجيات الزكاة الاصطناعي الموجودة فبالتالي فعلا أن الشركات والمؤسسات والأفراد كمان يقدروا الحقيقة عندهم فرصة كبيرة جدا أنهم يستفيدوا من تكنولوجيات الزكاة الاصطناعية نحن نتكلم حتى على حصول المعلومة دلوقتي بقى أسهل بكثيرا أن حراك بدل ما تقضي عدد من الساعات في البحث على جوجل دلوقتي أنت حراك بتطلب المعلومة بتجيلك بشكل متكامل ومترابط فبالتالي دايماً أقول الإنسان خلق دائماً أنه يقدر يبتكر ويتطور أدوات وأليات تساعده في القيام بمهامه وده العصر اللي احنا عايشينه حالياً اللي هو ما بعد استخدام تطبيقات الزكاة الاصطناعي وده تغير كثير جداً في نطاقات الأعمال طيب سيد محمد في حال ما انتهت هذه الأزمة ما هو مصير شهد جي بي تي؟ ستنتهي الأزمة بالتحديد وده توقعي لأن انتهت حتى الأزمات اللي عانتها في سبوب مع قانون الخاص بي أو المشكلات اللي اتعرضت فيها يمكن تحديداً لو بتشوفنا مع كندا وبعد الدول الأوروبية فستنتهي أعتقد تشي جي بي تي وبالتالي تشي جي بي تي كانت الحقيقة منغامسة في فكرة التطوير وفكرة التعامل مع ملايين المستخدمين على المستوى العالم لأنه أصبح تريند عالمي وتريند يومي يعني لم ينتهي ولن ينتهي فبالتالي أعتقد أن ده الوقت الشركة المالكة لتشي جي بي تي وإحنا شفنا زي ما احنا وضحنا إحدى الشركات العالمية ما كي شرطة مستثمرة كثير من يعني في تشي جي بي تي فبالتالي لا بد أن تتوافق ولا بد أن تتوافق مع مش القانون حماية البيانات الأوروبي فقط كثير من الدول عندها قوانين خاصة يعني لا مجال إلا أن تنتهي هذه الأزمة هستنتهي بتوافق مع القوانين وفهموا الإعلان عن سياساتها لأن العالم كله مرتبت فكرة التعامل مع البيانات لأن التطور السريع سبق فكرة الإعلان عن التعامل مع البيانات والتكوينات واستخدامات تلك البيانات وما هو مستقبل التطور الخاص بي تلك التطبيقات طيب مما علينا أن نحذر؟ علينا أن نحذر حقيقة من قدرة تلك التطبيقات في أنها تقدر تعطي بيانات ومعلومات مش من حقها وخط يعني أكثر من خط مش من حق تلك التطبيقات أن تتعرف عليها وكاني أقول ده بالمثلك يعني المشكلة التي تتعرض لها في سبوك في فكرة التعاون مع البيانات عدم قدرة المستخدم في مسح بياناته وده من حقه أنه يقدر يعني يطلب مسح بياناته فبالتالي هذه تكنولوجات الذكاء الاصطناعي عندما تمتلك نحن نقول البيان المعلومة بعد كده المعارفة هذه تكنولوجات الذكاء الاصطناعي لو امتلكت القدرة على المعارفة الحقيقة العالم كله هيكون في قطر لذلك أعتقد أن نحن نتكلم عن تطبيقات وأدوات الدفاع وأدوات الحماية والردع فيما تعلق بالحماية السيبرانية للمعلومات والبيانات الخاصة بالدول أعتقد أن حنا الوقت لي إعادة النظر حتى في تلك التطبيقات وفي تلك الوسائل والدول وحتى الشركات كمان لابد أن تمتلك هذه القدرات فيما تتوافق مع الحقيقة التطور السريع جدا المتخصين في تكنولوجيا المعلومات الحقيقة عندهم مشكلة حاليا في التوافق أو مواكبة تلك التطورات شكرا جزيلا لك استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمية سيد محمد الحارثي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك